وتنضم إلينا من السوديوهات الغد بوسط القاهرة نسرين النمر الكاتبة الصحفية السودانية سيدة نسرين يعني في ضوء التطور الأخير وما أعلنه وزير خارجية جنوب السودان من محاولات دولته رأب الصدع وتقريب وجهته النظر بين قوات الجيش والدعم السريع احتمالات نجاح هذه المساعي أهلا بك وأهلا بمشاهديك في تقديري نحن نتحدث عن محاولات للتهدئة منذ بداية هذا الاقتتال من عدد من الدول الذات التأثير على القرار السوداني وعلى الوضع داخل السودان بداية بالإدارة الأمريكية وربما جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب السودان بالإضافة إلى منظمات أممية وإفريقية نتحدث أيضا عن مبادرة الاتحاد الإفريقي ولكن كل هذه المبادرات لا تأثير لها على أرض الواقع حتى إذا كنا نتحدث عن هذه الهدن هذه الهدنة الرابعة نجد أن من المضحك جدا الحديث عن هدنة والالتزام بهذه الهدن حتى على الصعيد الإنساني الوضع في السودان يزداد الإنساني تحديدا يزداد مأساوية وكارثية وموجات النزوح تزداد مع تفاقم الوضع الإنساني للمواطنين الذين لا يفرقون ولاية الخرطوم بالرحيل إلى مناطق أخرى سودانية وإلى دول الجوار تأتي هذا الحديث لرئيس جمهورية جنوب السودان بربما لقاء مرتقب بين البرهان وحمدتي وهذا ما أعتقد بأنه لن يتحقق قريبا خاصة في وضع الظروف الحالية إذ أن في اعتقادي أن هذا القرار قرار التفاوض لم يعد بيد قائد الجيش فقط ربما مؤسسة القوات المسلحة السودانية وهي تعيش ضغطا كبيرا على المستوى الإقليمي والدوري على المستوى السياسي والمستوى الشعبي ليس بمقدوره الآن لقاء حمدتي أو التفاوض معه وهو ربما القرار والمنهج الذي اتخذته هذه المؤسسة من بداية هذا الاقتتال هو الحسم العسكري وهي بواقع الميدان هي تعمل على ذلك إذ أنجزت عدد من المهام الاستراتيجية بضرب معسكرات الكبرى التي تحيط بالخرطوم للدعم السريع وأيضا مقار هيئات العمليات المختلفة والأماكن الاستراتيجية للدعم السريع أبراج الاتصالات والمراقبة وكل المرافق الحيوية التي كان يمتلكها الدعم السريع إذن حتى على مستوى النقاط السياسية ونقاط التفاوض القوات المسلحة تملك الآن السيطرة على زمام الأمور في الخرطوم ولا أعتقد بأنها ستفاوض حمدتي ولا أعتقد حتى الترتيب الإقليمي والترتيب الدولي للسودان القادم ولمشهد السياسي القادم سيكون فيه هناك تفاوض وعودة إلى وضعية الدعم السريع كما كان من قبل ولكن إذا كان هذا هو الوضع في الخرطوم فهناك حديث عن ربما توغل أو كبر حجم قوات الدعم السريع في أم درمان على سبيل المثال واحتماليات أن تكون قد تلقت دعما من الجهة الغربية وهو ما يطرح السؤال فكرة دعم قوات الدعم السريع في المرحلة المقبلة وإلى أي مدد يمكن أن يؤثر هذا الدعم سلبا في اتجاه استسلامها أو على الأقل اقتراب وجهات النظر بين الطرفين ما نعلمه الآن ما يدور في مدينة أم درمان وخاصة في الاشتباكات التي دارت اليوم في منطقة ود البشير بمدينة أم درمان التي كانت بعض الشيء أهدأ من الخرطوم ومن الخرطوم بحري نجد أن هذه الاشتباكات التي تجددت هي بقايا سيارات الدعم السريع التي كانت قادمة من معسكرات الصالحة المعسكر الذي تم ضربه بالطيران من قبل قوات الشعب المسلحة والحديث عن إمداد من جهة غرب أم درمان التي تتاخم لمناطق غرب كردوفان نجد أن هذا الحديث ربما يكون صعبا في هذه المرحلة إذ أن خلال الهدنة الثانية كان هناك رتل عسكري به أكثر ما يقارب للمئة سيارة من الدفع الرباعي بها عدد كبير من جنود الدعم السريع بالإضافة إلى موان وغزاءات وتم ضربها بالطيران في منطقة ودبندا الطيران الحربي الذي يعمل على تمشيط هذه المناطق ومراقبة هذه المناطق وأيضا ربما مسيرات الجيش التي استخدمها في هذه المعركة يقطع الإمداد بشكل كبير على قوات الدعم السريع ما تحاول الآن أن تقوم به قوات الدعم السريع هي الاحتماء بالأحياء والاحتماء بالمواطنين وحتى ربما تشير أعمال السلب والنهب التي تمارسها قوات الدعم السريع إلى انقطاع إمدادها بالفعل الذي كان يأتيها ربما من معسكرات الجيلي بشمال الخرطوم وفي سوبة جنوب الخرطوم وأيضا في مناطق غرب أمدرمان في معسكرات صالحة وإمكانية أن تكون هناك خطوط إمداد من غرب السودان المنطقة والحاضنة حاضنة محمد حمدان دقلو وحاضنة الدعم السريع التي قطعها بالفعل الجيش السوداني عبر الطيران وهو الأمر الذي ربما يتكرر إذا ما جاء إمداد إلى هذه المنطقة إذن قوات الدعم السريع الآن تحاول الاحتماء بهذه المنازل للحفاظ على نفسها والجيش يتبع سياسة النفس الطويل بقطع هذا الإمداد وربما تسليم بعض القوات كما تم في منطقة أمدرمان في محيط التلفزيون في ضوء هذه المعلومات توقعاتك لمآل هذا الصراع والمدى الزمني الذي يمكن أن يستغرقه يعني الكل يريد لهذه الحرب أن تقف في هذه اللحظة والقوى المدنية تضغط بإيقاف الحرب وأيضا المنظمات الدولية أيضا تضغط لإيقاف هذه الحرب ولكن والعودة فورا إلى العملية السياسية السودانية التي تخرج البلاد بشكل حقيقي من هذه الأزمة ومن ربما صراع يقود إلى حرب أهلية متمددة وخاصة أن طبيعة السودان هي طبيعة ذات تشابق قبلي وإثني كبير ربما يكون فيها القتل على أساس الهوية وهذا ما لا يتمناه أحد يعني إذا كانت طرفين الآن يتحدثان عن حسم عسكري الكل يتهم الطرف الآخر ويريد أن يحقق أهدافا استراتيجية إذن هذه الحرب لم تكن نهايتها قريبة بالفعل وهذا ما يؤثر بشكل كبير وكارثي على المواطنين وعلى حياة المواطنين وعلى الوضع الإنساني والوضع الصحي الآن أكثر من 15 مليون سوداني يحتاجون إلى الغزاء يحتاجون إلى الموارد الأساسية المنغزة للحياة الوضع الصحي كارثي بطبيعة الحال من لم يموت بالرصاصة يموت جوعا في منزله يحاول في هذا الوضع المواطنون أن يخلقون حياة بين ركام هذا الموت يحاولون أن يتعاطون مع الأماكن القريبة بالرغم من شح السيولة النقدية والوضع الصحي الكارثي وأيضا عمليات السلب والنهب وخاصة لا يفوتنا أن نتحدث عن إطلاق صراح السجناء وعدد من مرتكبي المعتادي الإجرام وأيضا المرضى النفسيين إذن حتى الشارع السوداني لم يكن هناك به اشتباكات فهو غير آمن على المواطنين شكرا جزيلا لك نسلين النمر الكاتبة الصحفية السودانية كنت معنا من السيديوهات الغد بوسط القاهرة